المواقع تكتب خبر زادا ولكن كان لابد أن تسعى بمزيد من الدقة لمزيد من التفاصيل حتى تشبع رغبة القارئ يعني ما ترى خبر اتحاد الكرة يحيل بورسايدة محكامة الفيدرالية قررت اتحاد الكرة حالة ملف كذا كذا المحكامة الفيدرالية لراح ضحيتها كذا 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 وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة ستقدم بتاعنا رسمي المحكامة الفيدرالية وتضمنت قرار المحكامة يعني هو تحصيل حاصل لكن بنان على ايه ايه الموضوع طيب نقول لكم بقى ايه الموضوع الموضوع باختصار شديد في الجزء اللي كلكم عارفينه أن النادي المصري كان قد تعرض في قرار لجنة التظلمات لدى المحكامة الرياضية الدولية وفوض محامن بارع يعني انا احترم الجميع ولما بنفسر بنفسر لحنا ضد او معه سواء هنا او هنا ولكن بنفسر ايه الموضوع لجأ النادي المصري الى المحكامة الرياضية الدولية متظلما من قرار لجنة التظلمات نعرفين الاول انه كان اتحاد الكرة ادى قرارات ثم تم اللجوء الى لجنة التظلمات من قبل النادي الاهلي وايضا النادي المصري كانت النتيجة ان لجنة التظلمات غلزت العقوبة على النادي المصري وبناء عليه وبناء عليه توجه النادي المصري الى المحكامة الرياضية طيب ازاي توجه المحكامة الرياضية بعت للاتحاد المصري كرة القدم بيطلب منه السماح له باللجوء الى المحكامة الرياضية طيب اتحاد الكرة وافق له على اللجوء الى المحكامة الرياضية المحكامة الرياضية عندما نظرت القضية فلديها مادة قانونية تحديدا هي المادة رقم 47 فقرة 2 في قانون التحكيم الرياضي وبالمناسبة نحن عضو في هذه المحكمة كل اتحاد في العالم عايز يلجأ للمحكمة الرياضية في اتفاقية او معاهدة اللي بيمضي عليها ان هو بيرتضي احكام المحكمة الرياضية بيبقى عضو فيها اوتوماتيك فيش حاجة اسمها تلجأ او بعدين لما المحكمة تقول تقول مش لاعب لا انت او كيه بتمضي من سنوات طوال طبعا على ارتضاءك للجوء الى التحكيم الدولي ومن ثم اصبحت عضوا في هذه المعاهدة وبالتالي اي حكم بيصدر هو ملزم للاتحاد المعني اللي هو هنا اتحاد الكرة المصري وبالتالي للاندية المصرية شان تبقوا ما فيهم فاهمين الاو طيب المادة 47 فقرة اتنين في قانون المحكمة الرياضية بيقول ايه بيقول انه لا يجوز النظر في اي طعن من الطعون امام المحكمة الرياضية الدولية الا بعد استنفاذ كل طرق الطعن داخل الدولة في حالتنا دي لازم يكون النادي المصري والنادي الاهلي استنفذوا كل طرق الطعن جوه مصر طبعا الطعن الرياضي جوه مصر علشان المحكمة الرياضية تقبل الطعن امامها طيب هل تم استنفاذ كل طرق الطعن داخل مصر دي ربما تكون اللعبة الاولى خلي بالكو بقى وانا بقول اللعبة الاولى قد اكون صحة واكون خاطئ لكن بتبان كده من حاجات معينة امور بتتفتح قدام الواحد لما لجنة التظلمات قدت قرارها الاول القوي العنيف او القوي بلاش كلمة العنيف دي انا اسف قوي النادي الاهلي والنادي المصري اللي اتنين تقدم بطعن لامام لجنة التظلمات طعن تاني يعني هو في الالتماث الاولاني لجنة التظلمات بتتقاضى امامها على درجتين امامها هي نفسها الدرجة الاولى لما بيروح لها الطعن الاولاني بتدي حكمه طب الحكم ده ما عجبش طرف من الطرفين او ما عجبش الطرفين عندك وسيلة كمان مرة ان انت بتقدم الالتماث اعادة النظر امام لجنة التظلمات بالالتماث ده لما يطلع حكم خلاص يبقى انت استنفذت الطرق الداخلية من حقك اللجوء الى المحكام الرياضي طيب هل تم ده في مصر لا ما تمش طب ما تمش ليه المرة الاولانية تم وحاكمت لجنة التظلمات لما جي النادي الاهلي وكمان المصر يتظلم امام لجنة التظلمات تظلمات كان قد تم حلها ودي النقطة الاولانية اللي انا ايه يعني تعباني شوي هل وانا اسف ان ما اقول ده وكل اتحاد الكرة اصدقائي واصدقائي الاعزاء لكن هو السؤال هل كان السيناريو ده معروف لدى البعض وبالتالي كان هناك تعمد لحل لجنة التظلمات علشان لما يتقدم التظلم التاني ما يبقاش في لجنة التظلمات ومن ثم يبقى احنا هنا استنفذنا الامر داخل مصر وبالتالي اصبح من حقنا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية مباشرة هذا امر مثير للحوار دي النقطة الاولانية وبرضو انا ما بشكتش في حد لكن من واجبي ان انا اشرح لحضراتكم الصورة كاملة واللي ما يفهمش يقول لي عيدها عيد وده اللي احنا التصور استنبطنا لما بحثنا الامر امبارح والنهار لان احنا مسألة المحكمة الفيدرالية دي احنا كان عندنا فكرة ان في كلام لانه انا ما كان فيه مداخلة مع سيد الوزير المحترم العامري فاروق فقلت له هل تم اللجوء المحكمة الفيدرالية قال لي ده واجب اتحاد الكور واذا ما عملوش يبقى مقاصر وعلى فكرة حتى اللحظة اللي انا بتكلم فيها دي هو ما تقدمش برضو فيه ناس فيها ما غلطوا كل البواقع كاتبة مش مزبوط هو لم يتقدم حتى هذه اللحظة اتحاد الكورة بتعرى امام المحكمة الفيدرالية ما العمل ايه هو كلف المحامي الفرنسي وده له الاوراق عشان يطعن طب هيطعن امتا؟ عشان يطعن على قرار المحكمة الرياضية امام الكم فيدرالية لابد ان تكون المحكمة الرياضية قد اودعت حيثيات حكمها ما يقدرش يطعن امام المحكمة الفيدرالية قبل ما المحكمة الرياضية الدولية تكون اودعت حيثيات حكمها اللي يعتبر صدر لصالح النادي المصري طب هو متأخر ليه اوي حيثيات دي الله اعلم لكن انا تأكدت بشكل قاطع ان الحيثيات طبعا دي المحكمة الرياضية الدولية هناك في زيوريخ ان المحكمة الرياضية الدولية بصدد وضع الحيثيات خلال ايام قليلة قادمة ربما لا تتجاوز اصابع الكاف في الواحد وبعد ما تحط الحيثيات هيقوم المحامي الريكس اللي تم تكليفه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم والشاطر عامر حسين وهسميه شاطر لانه هو بيدرق عن نفسه كل الامور وهذا حق بعد اداع الحيثيات هيقوم الريكس الفرنسي اللي متفوض من اتحاد الكورة ياخد الحيثيات يحطها مع اوراق اتحاد الكورة ويبعتها على المحكمة الفيدرالية يبقى انا الامر الاول اللي مش مريحني عندي امرين مش مريحيني الامر الاول اللي مش مريحني ان تم اصدار قرار من اتحاد الكورة بحل لجنة التظلمات قبل تقديم التظلم الثاني او التماس اعادة النظر التاني من الاهلي او من المصري هل تم حلها عشان لانا قلته ده الله اعلم ولا تم حلها عشان زعلانين منهم الله اعلم ولا تم حلها ده اجراء اداري طبيعي روتيني الله اعلم لكن انا مش مسترعي طيب ايه الامر التاني اللي مش مريحني امر التاني اللي مش مريحني ان بعد اما حصل الطعن امام المحكمة الرياضية الدولية المحكمة الرياضية الدولية بعتت أوتوماتيك للنادي المصري بتقوله نحن نذكرك بالمادة 47 فقرة 2 التي لا يجوز الطعن أمامنا إلا إذا استنفسته طرق الطعن الداخلي أوتوماتيك لما المحكمة الرياضية بتبعت لأي نادي في أي بلد بتبعت كوبي صورة من نفس اللي هي بعتته لنادي المصري لاتحاده الكور اتحاده الكورة كان واجب عليه يعمل إيه بالعقل كنت انتوا هتجاوبوا كان على طول يبعت جواب للمحكمة الرياضية يقول لها أيواه في تظلم آخر تقدم بين نادي الأهلي وتقدم بين نادي المصري ولكنه لم ينظر نظرا لحل لجنة التظلمة يقوم لو اتحاده الكورة بعت الجواب ده هو للمحكمة الرياضية الدولية أوتوماتيك المحكمة الرياضية الدولية توقف القضية لغاية لما اتحاده الكورة يعيد لجنة التظلمات بتشكيلها الأصلي أو بتشكيل جديد لأنها لجنة تابعة لاتحاده الكورة وتنظر تظلم الأهلي والمصري وتعطي قرار بعد قرارها ده يبقى ما حدش له حاجة جوه البلد اللي عايز يلجأ المحكمة الرياضية يلجأ هنا اللي مش مريحني اتحاده الكورة ما بعتش قال كده ليه ما بعتش للمحكمة الرياضية الدولية قال لها بناء على الجواب اللي جاله اللي هو كوبي نسخة من الجواب اللي بعتته المحكمة الرياضية للنادي المتظلم اللي هو النادي المصري بعتته جواب بتقوله أنه بنذكرك أن المادة 47 فقرة 2 بتقول أننا لا نقبل أي طاعن على أي حكم داخل أي دولة إلا بعد استنفاذ كل طرق التظلم النادي المصري هذا هو صاحب مصلحة ومن حق اللجوء وعلى فكرة ولا وجه أي شيء للنادي المصري على الإطلاق في كل اللي أنا بحكيه ده لأنه في النهاية من واجب رئيس النادي المصري ومجلس إدارته أن يبحث عن مصلحة ناديه وهذا حق لو ما عملوش يبقى لا يستحق برئيس نادي أو مجلس إدارة نادي عشان كلام يبقى واضح لكن نفس الجواب اللي بيروح للنادي ده صورة منه كوبي بتروح لاتحاده الكور راحت لاتحاده الكور صورة اللي هي مخاطب بها النادي المصري بيقولوله إن إحنا ما نقبلش إلا إذا كان فيه طريق التظلم كل طرق التظلم كان يجب بقى هنا على اتحاد الكور إنه هو يبادر بالرد على المحكمة الرياضية الدولية يقولهم بالفعل لقد تقدم النادي المصري والنادي الأهلي طرف النزاع بتظلم أو التماس إعادة نظر سميه زي ما أنت عايز أمام لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القادة ولكن لم ينظر هذا التظلم أو دا كالتظلم لأن اللجنة قد تم حلها هنا بقى محكمة الرياضية هتقوم على طول باعتها أي لا إيه مش هنظر إلا ما تعملوا لجنة التظلمات بتاعتك وتعيدوا تشكيلها أو بتشكيلها السابق وتدي قرار في الالتماس المقدم لها بعد كده اللي عايز يرفع لي يرفع لي أدي واحدة دي كمان مش ملايحاني ليه اتحاد الكرة ما ردش قال كده ليه الجواب جيت حطه جوه الدور هذا أمر مثير للجدل حقيقة يعني وبرضه لا أوجه اتهم لأحد ولكن هو تساؤل ليه ما تبعتش بوضوح بوضوح اتشرح فيه الأمر بهذا الشكل اللي أنا بقول ليه ده أمر تاني يبقى في الموضوع كله السؤال وماذا بعد وماذا بعد اللي هيحصل دلوقتي طبعا فيه جزء أنا مش حابب أتكلم فيه لأنه هنا لا أستطيع أن أوجه التهم لأحد قبل ما أقول وماذا بعد يعني أنه كمان اتحاد الكورة ما بعدش حد من